وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك بسرعة تنفيذ خطة التشغيل الكامل لمصاف عدن حتى يتسنى لها القيامة بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفض الاقتصاد الوطني وناقش رئيس الوزراء مع وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود والقائمين بأعمال شركتين نفط ومصاف عدن الإجراءات المستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة والخطة المعدة لاستلام وتيسير منحة التسهيل النفطي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كما نقش اللقاء مستوى الجاهزية والاستعداد لمنع حدوث أي اختناقات تموينية في المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات السوقية